نظمت وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة بالتعاون مع الأمانة العامة للتظلمات ورشة عمل متخصصة جاءت بعنوان أساليب التحقيق في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة ويهدف البرنامج في هذه الورشة التي تستمر أعمالها لمدة ثلاثة أيام متتالية والتي سيتكفل بتقديمها نخبة من الخبراء التابعين لكلية الشرطة البريطانية بمشاركة أعضاء من وحدة التحقيق الخاصة وعدد من منتسبية لمانة العامة للتظلمات يهدف إلى التركيز على الجانب العملي في تحقيق الشكاوى المتعلقة بالدعاءات إساءة المعاملة فضلا عن الإلمام بتلك الاستراتيجيات المثلة الخاصة بمثل هذا النوع من القضايا إلى جانب تعزيز وتنمية القدرات الوطنية للوصول إلى أفضل المستويات في التعامل مع هذه الجرائم وكشف ملابساتها أمان العامة حريصة على تطوير مهارات أعضاءها وذلك بآليات وأساليب التحقيق واستراتيجياتها وذلك بالاستفادة بالخبرات الخارجية وخاصة بالتعاون مع السفارة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة المعي عن طريق كلية الشرطة البريطانية بحضور خبراء متخصصين في التحقيق في الإدعاءات المشابهة التي تعرض على الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة وهذا الحرص هو مبني على تطوير وتدريب أعضاءها للاستفادة بالخبرات الخارجية نعقد اليوم هذه الورشة بالتعاون مع الأمان العامة للتظلمات وبرنامج أمم المتحدة الأممائي في مملكة البحرية والسفارة البريطانية في ظل العلاقة التكملية بين الأجهزة الوطنية وبين الأجهزة الدولية في سبيل تطوير وتنمية الكوادر الوطنية في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالدعاءات وإساءات المعاملة والهدف منها هو الوصول على المستويات في التحقيق مثل هذا النوع من الجرائم نحن هنا اليوم للمشاركة في أعمال هذه الورشة الخاصة بأساليب التحقيق في قضايا إساءات المعاملة نريد أن نعمل سوية بالتشارك مع الخبرات الأمنية التابعة لكلية الشرطة البريطانية في تبيان وتقديم القواعد العملية التي تصاحب الخطوات القانونية المحيطة بمثل هذا النوع من القضايا ونضعها بين يدي مختلف المختصين في مملكة البحرين نسعى من خلال هذه المشاركة إلى الإطراع على أساليب التحقيق بجرائم حقوق الإنسان ضمن مقاييسها العالمية وتبادل الأفكار والكبرات بين المعنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعنيين في البحرين إلى جانب إظهار أشكال التطور التي حلت على بدن هذا المجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر